الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين سؤال مرأة قطعت صلاتها لأنها خشيت أن يبول عليها ابنها هنا نعني الفرض يعني مرأة قطعت صلاتها لأنها خشيت أن يبول عليها ابنها قال الشيخ لا يجوز يعني لو بال في الأرض لا يجوز أن تقطع الصلاة لأجل أنه أراد أن يبول يعني لو بال في ثيابه بال على الأرض تتركه تكمل صلاتها المفروضة لكن لا تكفر إن ظنت أن ذلك حق إن الجاهلات هكذا في ظنهن أنه لها أن تقطع الصلاة لأجل أن لا يبول الولد عليها عليها والسؤال عليها لو كان عليها خشية أن يبول عليها إذا بالا خلص انقطعت صلاتها لأنه قد لا يحصل لو خشيت قد لا يحصل مسألة يقولون عن فيلم اسمه كفر يقولون عن فيلم اسمه كفر اسمه كذا من دون أن يقولوا يسمونه من دون أن يقولوا يسمونه قال الشيخ لا يكفرون قال الشيخ لا يكفرون لأنهم لأنهم يعنون أن نسمه لأنهم يعنون أن نسمه عند الذين يسمونه هكذا لأنهم يعنون أن نسمه عند الذين يسمونه هكذا ولكن للسلامة يقال ولكن للسلامة يقال الفيلم الذي يسمونه كذا الفيلم الذي يسمونه كذا سأعيد المسألة يقولون عن فيلم اسمه كفر اسمه كذا من دون أن يقولوا يسمونه قال الشيخ لا يكفرون لأنهم يعنون أن نسمه عند الذين يسمونه هكذا ولكن للسلامة يعني للسلامة الكاملة يقال الفيلم الذي يسمونه هكذا مسألة لا يقال دائما مسألة لما خلص يعني يكون تم المعنى المراد عادة هكذا لا يقال الله يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة لأن الباء للحصر لا يقال الله يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة لأن الباء للحصر وأنفاس أهل الجنة لا حصر لها لأنهم باقون فيها يتنعمون يتنفسون بلا نهاية بل يقال يعلم عدد أنفاس أهل الجنة بل يقال بل يقال يعلم عدد يعني بدون باء بدون بعدد يعلم عدد أنفاس أهل الجنة في الجنة بلا نهاية يعلم عدد أنفاس أهل الجنة في الجنة بلا نهاية بلا نهاية يعني شك هل نوى تأخير الظهر إلى العصر وهو مسافر أم لم ينوي يعني الآن يريد الصلاة ماذا ينوي يعني معنية السؤال ماذا ينوي هذا عندما يصلي الظهر يقول قضاء وإن علق يصح وإن علق يصح يقول إن كنت نويت التأخير فجمعا إن كنت نويت التأخير فجمعا وإن لم أكن نويت فقضاء وإن لم أكن نويت فقضاء هذا لا يضور القصر قصر ما هو موضوعه هنا أنه شو بده ينوي بهذه الظهر هكذا قصده ماذا ينوي بهذه الظهر مؤخرة أم قضاء فعل الشيخ ينوي قضاء وإن علق يصح هو إذا قال أصلي الظهر يكفي لو قال أصلي الظهر ليس شرطا أن يقول قضاء وليس شرطا أن يقول إن كنت نويت التأخير فتأخيرا وإلا فقضاء لكن الذي لا يصح إذا كانت قضاءا وقال أصليها أداء هذا لا يصح يعني قال أصلي الظهر أداءا وهي ليس في وقت القضاء هذا لا يصح وإلا لا يشترط يعني أنت لما تصلي الصبح ليس شرطا أن تقول أصلي الصبح أداءا أو حاضرا إذا قلت أصلي الصبح يكفي لكن لا يصح أن تقول أداءا وهي قضاءا يعني تعلم أنها خرج وقتها وتتعمد أن تقول أصليها أداءا لا يصح هذا مسألة شخص قال لزوجته أنت مؤمنة أحيانا الشخص يصير بينه وبين الشخص خصومة أو غضب نوع من غضب يقول له أنت مؤمن يعني من شأن المؤمن لا يفعل مثل هذا ليس معناه لست مؤمنا يقول له أنت مؤمن ألست مؤمنا كيف تفعل هذا لكن هي هذه المرأة وقعت في الكفر قالت خليت الإسلام لك قالت خليت الإسلام لك هذه بعض الناس بقولها بقولوا خلينا الإسلام لكم خلينا الشرع لكم هذا استغفاف قال الشيخ هو ما كفر لكن هي كفرت هو ما كفر لكن هي كفرت مسألة وهو استغفاف هذا بالدين قوله خليت الإسلام لك كأنها تقول أنا لست من المسلمات وفيه معنى الاستغفاف كأنها عم تقول ما بدي ياه يعني عم تقول خليت لك ياه كأنها عم تقول لا أريده مسألة تقول المعلمة عند تعليم الأطفال هون عم نسأل الشيخ نحن مش عم نقرر هون تقول المعلمة عند تعليم الأطفال بعض الحروف بدأ لتعمل طريقة حديثة هذه جاءنا اليوم السيد ميم مثلا تقول جاءنا اليوم السيد ميم مثلا قال الشيخ هذا لا يجوز لا مخرج له ما يقلدون الشيخ عبد الله لما وجه النصيحة للشيخ نزار في طريقة التعليم قال فيها ولا تنظروا إلى طريقة غيركم قال له أن يعطى الطلاب قدرا من العلم لا يكونوا كثيرا وأن يكرر لهم حتى يثبت المحفوظ عند الطلاب ولا تكسروا لهم ولا تنظروا إلى طريقة غيركم لأن تعودوا أن يكسروا لهم فأحيانا إذا أكثرت له يخرج كأنه لم يأخذ شيئا لذلك العلماء قالوا من أخذ العلم جملة فاته جملة يعني العلم يأخذ شيئا فشيئا يثبت ثم يزيد يثبت الذي أخذه حتى يثبت عنده ثم يزيد غيره وهكذا مسألة نحن أسألنا الشيخي صوفا تفتح صوفا الكرسي يعني كبير تفتح فيكون ما تحتها كصندوق إن شئتم كتبه كرسي كبير يوضع فيه كتب الدين فيكون ما تحتها كصندوق لما تفتح يكون ما تحت مثل صندوق يوضع فيه كتب الدين قال الشيخ إن نام الشخص عليها ليس حراما إن نام الشخص عليها ليس حراما وإن جلس ولم تكن الكتب بإزائه ليس حراما وإن جلس جلس هنا مثلا والكتب هناك في ذاك الطرف ولم تكن الكتب بإزائه ليس حراما أما إن جلس والكتب بإزائه تحته يعني وكان قريبا فهذا حرام لكنه ليس كفرا أما الشيخ إذا كانت مسافة واسعة كذراع مثلا أو ما يزيد على ذلك ليس حراما أما المتسيق ما بيكون ذراع عادة فيكون قريبا لكن ليس كفرا لأنه ما جلس عليها إنما جلس وهي تحته مع فاصل ولو مصحف ولو مصحف إلا إذا نوى الاستخفاف مسألة لا يجوز تقبيل الكافر على وجه التعظيم لا يجوز تقبيل الكافر على وجه التعظيم أما إن كان صاحبك أو جارك أما إن كان صاحبك أو جارك وقدم من سفر أو قدمت من سفر فبدأك يجوز فبدأك يعني هو الكافر بدأك يجوز وهذا لا يكون تعظيما له في الحالتين يعني هو بدأك هذا لا يكون تعظيما له سؤال شخص رأى شخصا في الرؤية يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك فهل فيها بشرى للمرئي والله الذي رأى بشراه سيدخل الجنة الجواب إن كان الرأي تقيا فيها بشرى قوية إن كان الرأي تقيا فيها بشرى قوية مسألة شخص لم يسمع أن المعصية الصغيرة تحتاج إلى توبة لأنها تكفر بالوضوء ونحوه ظن أن المعاصي الصغيرة ليست كالكبيرة ظن أنها لا تحتاج إلى توبة هذا غلط المعصية يجب أن يتوب الشخص منها فورا إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة قال الشيخ لا يكفر لأنه هو الشخص أصلا لا يعرف هل كفرت هذه المعصية بحسنة فعلها أم لا ما يدريه هو لا يعلم على كل يجب عليه أن يتوب من المعاصي كبيرها وصغيرها فورا لو كان يعمل حسنات بعد السيئات ولو كان يفعل ذلك يجب أن يتوب منها إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها حسنة لأن الحسنة تمهو سيئة من أجل هذا قال الرسول فليتبعها حسنة قالوا أمن الحسنات لا إله إلا الله قال أحسن الحسنات لا إله إلا الله أحسن كلمة لا إله إلا الله الحسنة الواحدة على الأقل تضاعف إلى عشر حسنات على الأقل إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله من المضاعفة وكل حسنة على الأقل تكفر سيئة فإذا ضعفت إلى عشر حسنات يعني تكفر عشر سيئات إذا ضعفت إلى سبعمائة تكفر سبعمائة من السيئات إذا ضعفت إلى مئة ألف أحيانا تضاعف إلى مئة ألف الله أعلم كم أحيانا إلى ألف ألف الله أكرم الأكرمين فتكفر كل حسنة سيئة كل حسنة سيئة لذلك ينبغي أن يكثر الشخص من الحسنات ومهما فعل لا ينبغي أن يقول أنا اكتفيت من الحسنات لا مسألة قوله تعالى بقية الله معناه ثواب الله قوله تعالى بقية الله معناه ثواب الله مسألة في المعاملات إذا قال الفقهاء جاز معناه صح العقد يعني هذا في استعمال الفقهاء وهنا في هذا الموضع جازة يعني صحة لذلك يقولون الفقهاء الحنفية يقولون ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا هنا معنى ويجوز يعني يصح البيع ليس معناه ما فيه إثم إذا واحد قال ما فيه إثم كفر لأنه كذب القرآن لذلك الشخص قبل أن يصير في حد معين من علم الدين إلى قدر معين من علم الدين ليس لا يطالع في الكتب حتى لا يقع في الضلال لا يقع في الكفر كثير من الناس أوقعهم في الكفر مطالعتهم في الكتب بدون معلم ثقة يتلقون منه والكتب بعضها فيه تصحيف تغيير أحيانا بالطبع أحيانا الذي يكتبه بالخط باليد في الماضي كان لا يوجد مطابع فكان العالم يطلب من بعض الذين يخطون بالأجر يدفع له مالا أن يعمل نسخا فإن كان لا يخاف الله تعالى يستعجل لا يتقن العمال فيقع التصحيف أحيانا حرف واحد يغير المعنى يقلب المعنى من صحيح إلى فاسد حرف واحد حرف أحيانا حركة واحدة إذا تغيرت في كلمة ينقلب المعنى من صحيح إلى فاسد كيف يميزه الشخص إذا صار من أهل التمييز يعني بلغ أحدا من علم الدين حيث صار يميز بين الحق والباطل بين الصحيح والفاسد فهذه العبارة مشهورة عند الحنفية مذكور يقولون ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا والقاعدة أنه لا يجوز لا يحل أنه حرام أن يباع شيء لشخص وهو يعلم أنه يريد أن يعصي به ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه يؤخذ من هذه القاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا أعانى الشخص غيره على الحرام حرام أعانى غيره على الكفر كفر أعانى غيره على الكبيرة كبيرة أعانى غيره على الصغيرة صغيرة أعانى غيره على الطاعة طاعة أعانى غيره على المكروه مكروه وهكذا فهنا ماذا يريدون بكلمة جازة يجوز صح البيع شو يعني صح البيع ملك ذاك العنب الذي اشتراه وملك البائع المال الذي قابله قوبل بالعنب هذا معنى جازة أما من حيث المعصي نرجع إلى القاعدة الإعانة على الحرام حرام بيع السلاح لمن يريد أن يقتل به مسلما القاعدة ما هي أن الإعانة على الحرام حرام طب باعه السلاح السلاح طاهر منتفع به ما حكم هذا الباع من حيث الصحة صحة ما حكم المال الذي أخذه مقابل السلاح حل له مال حلال لكن فعله معصية لأنه أعانه على شيء هو يعلم أنه يريد أن يعصي به يعلم ذلك هون بعض المشايخ المتعالمين الجهال قالوا الفقهاء الحنفية يقولون جازة بيع العنب لمن يعتصره خمرا فظنوا أنه يحلوا فكذبوا القرآن فكفروا كذبوا القرآن فكفروا من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تقحم النار على بصيره الرسول قال صلى الله عليه وسلم من باع العنب لمن يعتصره خمرا يعني هو عرف أنه يريد هذا العنب ليصنع منه الخمر فقد تقحم النار على بصيره أي أثمى وقع في المعصية وقع في الحرام كذلك الطلاب الذين كانوا يذهبون إلى بعض نواحي فرنسا وإيطاليا وفي قربهم بساتين هذا العنب الذي يعمل منه النبيذ الخمر فماذا يفعلون؟ يشغلونهم بحصاده ليعمل منه النبيذ المحرم ليعمل منه الخمر ليس للأكل ليس للعصير للشرب ليعمل منه الخمر فما حكم فعلهم هذا؟ حرام لا يجوز لأن الإعانة على الحرام حرام هذه القاعدة أكثر من شيخ هنا في لبنان وقعوا في هذه الضلالة وصار يناقشون فيها حتى واحد منهم قال لو باع الخشبة لشخص يعلم أنه يريد أن يصنع منها شعار الكفر يجوز له عنادا يعلمه ما معنى شعار الكفر هنا قال لو باعها لمن هذه الخشبة لمن يريد أن يصنع منها شعار الكفر قال يجوز له بمعنى أنه لا إثم عليه هذا كفر ليس علم أنهم يريدون أن يعصوا به لا يجوز له لأنه علم أنه للحرام لا يحل له ليس كذاك الأول حل المال الثاني لا الأجرة لا تحل له أما ذاك الأول غير هذا ذاك بيع شراء حل المال كلمة قطر واحد من المسلمين عليه معصية ذكر الأرسلين نحن نقول عليه معصية والبيعة ليس معناه ليس فيها معصية ليس معناه ليس فيها معصية من العقود ما يصحه وفيه معصية يعني أحيانا العقد يكون صحيحا بمعنى أن المال الذي أخذه الشخص مقابل ما باعه حل له هذا المال وذاك ملك هذا الشيء الذي اشتراه ملكه هذا معنى أن العقد صحيح مثال ذلك الشخص الذي يبيعه في يوم الجمعة بعد الأذان الثاني بعد الأذان الثاني حرام أن يشتغل الشخص بالبيع والشراء حتى تقضى صلاة الجمعة حتى تصلى الجمعة فهذا العقد صحيح مع كونه عصى الله شو يعني صحيح ملك المال والذي اشتراه ملك ما اشتراه لكن أثما لأنه عمل هذا العقد بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة قبل أن تصلى الجمعة أما مثلا إذا واحد باع الذهب بالذهب مع التفاضل عصى ولم يصح البيع يعني ما دخل في ملكه هذا بيع فاسد وحرام هناك البيع صحيح لكن حرام في الذي باع بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة قبل أن تصلى الجمعة أما هنا بيع فاسد هذا الذي يسمى ربع الفضل ولم يدخل في ملكه لأن البيع فاسد معصية والبيع فاسد لما نقول فاسد أكيد حرام لما نقول فاسد لكن فاسد يعني ما دخل في ملكه المال الذي قابله بهذا المبيع ولا دخل المبيع في ملك الذي اشتراه عمل صورة الشراء يعني مسألة عند الحنفية انطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا يعني طلقها طلقة أو طلقتين ثم في العدة العدة عندهم ثلاث حيضات الشخص إذا طلق امرأته العدة في مذهب الحنفية ثلاث حيضات عند الشافعية ثلاثة أطهار ثم في العدة قبلها أو جامعها بنية إرجاعها ترجع له أما عند الشافعي لابد أن يقول لفظا أرجعتك إلى نكاحي أو رجعت زوجتي إلى نكاحي مثلا أما عندهم يصح إن قال اللفظ أو فعل هذا الفعل بنية الإرجاع يعني مسها بنية ينوي في قلبي بهذا المس إرجاعها جامعها ينوي بهذا الجماع إرجاعها رجعت له أما بدون نية الإرجاع لا ترجع لفعله لا ترجع لفعله حرام أما بدون نية الإرجاع لا ترجع لفعله حرام لأنها ليست حلاله طلقها هو لا تحل له حتى يرتجعها هذا متى يجوز له أن يرتجعها أثناء العدة إذا مضت العدة يحتاج إلى عقد جديد فاته الإرجاع فاته لها أن تمنعه لأنها لا تعرف أنه يريد ذلك وهي حسب الظاهر حرام هذا الفعل هو بلا إسلام أن كان بنيك الأرجاع ما اسمعت من الشيخ إلا هذا فقط مسألة قال تعالى يتلونه حق تلاوته قال تعالى يتلونه حق تلاوته هذا دليل على أنه لا ثواب لمن يقرأ القرآن بلا تلق هذا دليل على أنه لا ثواب لمن يقرأ القرآن بلا تلق وأكثر الناس يقرؤون القرآن بلا تلق والذي يقرأ بلا تلق لا يضمن أنه قرأ القرآن تلاه حق تلاوته من غير تلق كيف يضمن أنه يتلوه كما أنزل من غير تلق كيف يضمن أنه يتلوه كما أنزل من غير تلق يضمن كثير من العوام يجادلون في هذا يقولون كيف ليس لي ثواب أنا أريد أن أقرأ القرآن لمحبتي بقراءة القرآن وإذا قيل له ليس لك أن تهجم على القراءة بدون أن تتلقاه من أهل المعرفة ويقول كيف هذا يستغربون وكثير منهم في رمضان يقولون أعملنا ختمة يحملون المصاحف من الرجال والنساء ويعملون صورة ختمة وما كان سبق لهم أنهم تلقوا القراءة من عارف بالقراءة من الثقات يعني يهجمون علي ذلك ويكونون في آخر رمضان بحسب ما يقولون انتهوا من ختم القرآن وكثير منهم يعني لا يعرفون القراءة الصحية لا يعرفوا ما تلقوا وكيف يعرف كيف يضمن إذا كان لم يتلقى من أهل المعرفة الثقات لا يضمن وكذلك قوله تعالى وكذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تخض فيما لا تعلم أي لا تخض فيما لا تعلم وهو لا يعلم يعني هو يخوض فيما لا يعلم يعني يقع في المحذور يقع في المنهي عنه مسألة لا توجد آية صريحة لا توجد آية صريحة في أن الأنبياء معصومون من المعاصي على الإطلاق لا توجد آية صريحة في أن الأنبياء معصومون من المعاصي على الإطلاق بل النصوص القرآنية تدل على جوازي أن تحصل المعصية الصغيرة التي ليس فيها خصة ولا دناءة من النبي من الأنبياء الله تعالى قال حكاية عن سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين هو قاعدة لا يموت نبي إلا وقد غفر له إن كان حصل منه معصية صغيرة ليس فيها خصة ولا دناءة لا يموت إلا وقد غفر له لكن هذا النص دليل على جوازي حصول المعصية الصغيرة من النبي التي ليس فيها خصة ولا دناءة شخص كان يجادل شيخنا رحمه الله ويقول بعصمة أهل البيت الأئمة الاثنين عشر من المعاصي فقال له الشيخ إذا كان إبراهيم الله قال حكاية عنه في القرآن والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين فكيف بأئمة أهل البيت كيف يقال لا تجوز عليهم المعصية وإبراهيم هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام فسكت ذاك لكن هو بعضهم يفضلونهم على الأنبياء بعضهم من الغلو الذي فيهم يفضلونهم على الأنبياء لأنهم يقولونه بعصمتهم من كل المعاصي يقولون بعصمة أئمة أهل البيت من كل المعاصي وهذا غير صحيح ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني الشرك ويطهركم تطهيرا هذا معناه ليسا هذا معناه أنهم عصموا من المعاصي أنهم لا يقعون في معصية كل ولي من الأولياء يجوز أن يقع في المعصية ولو كانت كبيرة من حيث جوازوا الوقوع فيها لكن من شأنه إن حصلت منه هذا نادر الولي أنه يتوب منها لا يبقى عليها إلى النهاية إلى الممات لا لا توجد آية صريحة في أن الأنبياء معصومون من المعاصي على الإطلاق ولا يوجد نص صريح في الحديث على عصمتهم ولا يوجد نص صريح في الحديث على عصمتهم بطريق الاستدلال عرف ذلك يعني العلماء بطريق الاستدلال وضعوا في القواعد أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصرائر الخصة والدناء قبل النبوة وبعدها بالاستدلال عرف ذلك بالاستدلال لكن قاعدة قلتها لكم لا يموت نبي إلا وقد غفر له يعني إن كانت حصلت منه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خصة ولا دناء لا يموت ولم يكن تائبا منها لا يكون تابا منها هم أصلا ينبهون إذا حصلت منهم ففورا يتوبون منها من هذه المعصية مسألة كل جرم له مساحة كل جرم له مساحة يعني الحجم مهما كان صغيرا له مساحة يعني يشغل حيزا من الفراغ يشغل حيزا من الفراغ سبحان الله الله تعالى أعمى قلوب الوهابية عن معرفة الحق وعن رؤية الحق حقا والأمر كما ورد عن الرسول الهوى يعمي ويصم الهوى يعمي ويصم يعمي الشخص عن رؤية الحق حقا ولا يسمع الحق سماع قبول بسبب ميله للفساد الذي هو فيه فهم لو نظروا إلى الدليل القرآني وإلى الدليل العقلي نظر الشخص الذي يقبل الحق سمعوه سماعا الذي يقبل الحق لعرفوا أن الله موجود بلا مكان يجادلون في هذا وعلى زعمهم يقيمون الأدلة على خلاف ما يقوله أهل الحق أهل السنة يقولون نرد على الأشاعر الذين يقولون الله لا مكان له الجواب عنده الذي عنده فكر صحيح سهل الجواب على هذا يقال المكان يقال لهذا الشخص المكان هو الله أم غير الله ليقول هو غير الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره يعني كان الله في الأزل ولم يكن مكان يعني كان الله في الأزل بلا مكان خلص انتهى إلى هنا انتهى بهذه السهولة ينتهي الأمر لو كانوا ينظرون إلى الحق نظر الذي عنده عقل سليم الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره المكان غير الله هم لا يقولون المكان هو الله يعني حتى الوهابية لا يقولون المكان هو الله طب الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره معناه كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا جهات يعني كان موجودا بلا مكان ولا جهة والقاعدة أن الله لا يتغير يعني كل عاقل يقول الله لا يتغير لأنه لو كان يتغير لكان له أمثال لا تحصى والله يقول ليس كمثله شيء وقلت لكم عن شخص من أهل الحجاز من أحبابنا عمه من الوهابية فلما قال له هذا الدليل بهذه الطريقة قال له يا عمه والله لا يتغير يعني كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان لأنه في الأزل لم يكن إلا الله والله لا يتغير فقال عمه الوهابي لا تقول ما بيتغير ربنا بيتغير ليقول أن الله صار في العرش أو صار في السماء فقال له لا تقول ربنا ما بيتغير ربنا بيتغير ما هو أقوى علامات الحدوث التغير عند العقلاء أقوى علامات الحدوث التغير فالذي يقول الله يتغير معنى كلامه أن الله له أمثال لا تعد ولا تحصى والله يقول ليس كمثله شيء فإذا كلامه باطل لأن ما أدى إلى الباطل فهو باطل هذه قاعدة ما أدى إلى الباطل باطل قوله الله يتغير يؤدي إلى باطل وهو أن الله له أمثال لا تحصى والله يقول ليس كمثله شيء لكن الله أعمى قلوبهم عن رؤية الحق حقا وأصم آذانهم عن أن يسمعوا الحق سماع القبول لذلك إلى هذا الحد في الجرأة في الفساد فقال ما تقول ربنا ما بيتغير ربنا بيتغير والعياذ بالله من الكفر أساس في العقيدة أن يعتقد أن الله لا يتغير لأنه إن قال الله يتغير جعله حادثا يعني أثبت له أمثالا لا تعد ولا تحصى والآية أعظم آية في التنزيه ليس كمثله شيء فنحمد الله على نعمة معرفة هذا الحق مذهب أهل السنة والجماعة هذه أعظم نعمة الحمد لله على هذه النعمة مسألة سألت الشيخ عن شخص ورث عن أبيه مكانا كان أجره لبنك الأب ما تعلمه فأجر هذا المكان تعرفون أن البنوك كانوا يدفعون مالا كثيرا مقابل استئجار المكاتب هذه المكاتب وهذا المكان لا يستطيع الوارث إخراج الذين يعملون فيه بالربا أن القانون يثبتهم فيه طالما يدفعون المال الذي اتفق عليه مع الأصل فهل له يعني هو سؤال الوارث كان الوارث متعلم فهل له أن يأخذ منهم مالا على صورة الأجرة هو لا يجوز أن يتركهم ماكثين لعمل الربا لكن القانون في صفهم القانون يمكنهم من المكث ولا يمكنهم من إخراجهم هكذا القانون هنا قال الشيخ يقول لصاحب البنك اتق الله واخرج يعني بيحاول الواحد لعل الشخص يرتدع سبحان الله يقول لصاحب البنك اتق الله واخرج ليس لك أن تمكث في هذا المكان يقول لصاحب البنك اتق الله واخرج ليس لك أن تمكث في هذا المكان فإن لم يخرج فإن لم يخرج جاز له أن يأخذ منه أجرة المثل يعني ينظر كم أجرة مثل هذا المكان الآن مثلا ألف يأخذ منه ألفا يعني معنى ذلك أنه ليس له أن يأخذ زيادة عن أجرة المثل هذا معناه لأن ذاك الذي عمل معه هذه المعاملة معاملة غير صحيحة أدخله ليعمل فيه في الحرام فإن لم يخرج جاز له أن يأخذ منه أجرة المثل أجرة المثل يعني الأجرة التي تدفع عادة لمثل هذا المكان في هذه الناحية كم أجرة هذا المكان عادة في هذا الوقت في هذه الناحية يأخذ هذه الأجرة لا يلزمه بزيادة عن ذلك الوارث نحن نعم وهو لما نقول الوارث يعني كل وارث يأخذ ما له هذا ما نعو صاحب البنك صاحب البنك لأن المدير هو موكل فرع هذا موكل عن صاحب البنك إذا كان صاحب البنك وكله بهذه المعاملات يتفاوض معه أحيانا يكون عنده وكالة بمثل هذه المعاملات مسألة إذا كان الخطيب يخطب الجمعة إذا كان الخطيب يخطب الجمعة ودخل شخص المسجدة لا يجوز له أن يصلي الصبح قضاء يعني أثناء خطيب يوم الجمعة إذا دخل الشخص لا يجوز له أن يصلي الصبح قضاء يصليه في البيت أو يصليه بعد صلاة الجمعة في مذهب الشافعي قال شيخنا رحمه الله إذا الشخص كان فاتته صلاة الصبح بنحو النوم مثلا وأراد أن يصلي الظهر فما صلى الصبح قبل الظهر صلى الظهر ثم صلى الصبح هذا خلاف الأولى يعني معنى خلاف الأولى أنه يقل الثواب لا يذهب الثواب بالمرة أقل من المكروه يعني إذا لم يرتب إذا كان الوقت واسعا يستطيع يصلي الصبح والوقت واسع للظهر يصلي الصبح ثم الظهر هكذا أحسن فإذا لم يفعل وصلى الصبح بعد أن صلى الظهر خلاف الأولى يعني يقل الثواب لكن يبقى له شيء من الثواب أما في أثناء خطبة الخطيب في يوم الجمعة لا يصلي لا يجوز له أن يصلي الفجر قضاء أثناء خطبة الخطيب فيها قولان من حيث الصحة فيها قولان على قول لا يجوز ولا تصح على قول يأثم وتصح يعني يسقط عنه الصبح لكن يكون عليه إثم مسألة امرأة توفيت وتركت زوجا وشقيقة وأولاد شقيق امرأة توفيت وتركت زوجا وشقيقة وأولاد شقيق قال الشيخ الزوج له النصف لأن المرأة ماتت وليس لها ولد لو كان لها ولد لكان له الربع يعني لكان له نصف النصف الذي هو الربع والشقيقة النصف لأن النص القرآني أن الأنثى إذا كانت واحدة تأخذ النصف والشقيقة النصف وأولاد الشقيق حجبوا بهما لأن الزوج والشقيقة من أصحاب الفروض الرسول قال ألحق الفروض بأصحابها يعني أول شيء بيأخذ من المراث أصحاب الفروض فإذا بقي شيء فبعد ذلك لأولى قريب ذكر من الميت بس أول شيء أصحاب الفروض يأخذون إذا لم يبقى شيء خلص انتهى بأصحاب الفروض فالزوج من أصحاب الفروض يعني الذين سمع لهم فرض في القرآن والشقيقة كذلك من أصحاب الفروض فأولاد الشقيق يكون حجبوا بأصحاب الفروض مسألة سئل الشيخ عن شخص يري سمسما لآخر سمسم يعني نحن نقول له ويقول له بيعتك من مثل هذا السمسم عشرة أطنان لو ما شايف العشرة أطنان شايف العينة اللي ورجعيها يعني قال الشيخ إن أدخله في العقد صحة يعني إن أدخل العينة في العقد يصح يصح هذا العقد ويشترط أن يزنه هو أو يوكل شخصا يرى الوزن لما بدون يشتروا العشرة أطنان يبي يحضر هو الوزن يبي يوكل واحد يحضر عنه الوزن وإلا فلا يصح المشتري إما يوكل شخصا أو يحضر هو الوزن ويشترط أن يزنه هو يزنه يعني يشوف مش المقصود يمسكهم بإيده يوزنهم يعني أو يأمر بالوزن وهو حاضر أو يوكل شخصا يرى الوزن وإلا فلا يصح وإنه ما بيعمله هيك عادة ما هيك بيعمله هيك عادة لا أما في غير الطعام فيصح عند بعضهم لو لم يحضر الوزن يعني إذا كان المبيع من غير الطعام بيعه أقلاما مثلا أو باعه أوراقا مثلا مسألة الزلازل تكون بتصرف الملائكة الزلازل تكون بتصرف الملائكة يعني الله تعالى يأمر الملائكة وهم يتصرفون جبريل نقل جبل الطائف من بر الشام إلى الحجاز جبريل نقل جبل الطائف تعرفون الطائف هو جبل الكبير قرب مكة المكرمة لكن صعود يصعد الشخص إليه صعودا مكة جرداء ما فيها فاكهة مثل ما يوجد في جبل الطائف جبل الطائف فيه من أحلى الورود وأحلى الرمان وأحلى الفواكه فيه نقله جبريل من هنا من بر الشام إلى تلك الناهية جبريل نقل جبل الطائف من بر الشام إلى الحجاز وفي الشتاء برد شديد 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 في الطائف كما هنا كما البرد في جبال هنا لبنان يعني يشبه هذا البرد الجبال الجبال التي حول مكة لا تصلح للزراعة جرداء صخر حجر أسود ونحو ذلك يعني والطائف والطائف يبعد عن مكة نحو ثمانين كيلومتر وفيه من أحلى الرمان فيه رمان بدون بزر ليس كالرمان الذي هنا في هذه النواهي الطائف لا يشبه ما حوله من الجبال الطائف لا يشبه ما حوله من الجبال الجبال مكة جرداء مسألة شخص قال في قلبه يوم الجمعة أصلي الجمعة مقتديا بفلان شخص قال في قلبه يوم الجمعة أصلي الجمعة مقتديا بفلان وأنت لما تريد أن تنويا تقول أصلي الجمعة جماعة أو مقتديا يعني بالشخص الذي هو إمام ليس شرطا أن تعين شخصه من هو يعني وليس شرطا أن تعين اسمه بالإمام لش أنت إذا دخلت مسجدا كل مسجد تعرف الإمام الذي فيه من هو أو شخص هذا الرجل تعرف من هو هذا بالهيئة يعني قد لا تعرف من هو لا من حيث الاسم ولا من حيث الهيئة لا يلزم كذلك ثم تبين له أن الإمام شخص آخر يعني هو قال أصلي الجمعة مقتديا بفلان بعدين طلع الذي يصلي واحد تاني غير اللي هو لا وهو عم يصلي أو بعض مخلص مهم عرف أنه مش فلان يعني قال الشيخ إن كان سمى في قلبه شخصا إن كان سمى في قلبه شخصا فتبين له أنه غلط بالاسم لا يؤثر يعني هو سمى شخصا يعرفه قصده قصد هذا الشخص لكن غلط بالاسم بس بس هو أصده هذا الشخص اللي وائف بس الاسم تلع غير اسم لا يؤثر أما إن عين شخصا أما إن عين شخصا يعني في قلبه عين شخصا بعينه أنه يقتدي به ثم تبين له أنه ليس الإمام ما صحت هو عين هو لا يلزم أن يعين شخصا أما إن عين شخصا ثم تبين له أنه ليس الإمام ما صحت هو يقول هو يقول أصلي الجمعة مقتديا بالذي في المحراب يكفي هو إذا قال هذا يكفي ليس شاطا أن يعين اسما وليس شاطا أن يعين شخصا لأنه قد تدخل مسجدا لا تعرف من الذي يقف إماما بالناس هل يلزمك أن تعرف من هو أو ما هو اسمه لا لا يلزمك ذلك مسألة سئل الشيخ ما حكم الوقوف على سجادة عليها صورة الكعبة أو المسجد النبوي ما حكم الوقوف على سجادة عليها صورة الكعبة أو المسجد النبوي وليس فيها كتابة شيء معظم وليس فيها كتابة شيء معظم قال يجوز السجادة عليها صورة الكعبة صورة المسجد النبوي وقف عليها الواحد يجوز ما ليس حراما أليس يقف الشخص على جسم الكعبة الحقيقي يعني بجوز أنت تطلع على سطح الكعبة توقف فإذا كان يجوز أن تقف على الكعبة الحقيقية فكيف على صورتها كذلك يجوز أن تصعد إلى سطح المسجد النبوي إذا واحد صعد إلى سطح المسجد النبوي ومشى هناك يجوز فكيف بصورة المسجد النبوي ولا يوجد شيء معظم لا يوجد اسم الله مكتوبا ولا يوجد اسم الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يقف على هذه السجادة لكن لا يقف على هذه الصورة بالمستقدرات نحن نتكلم على مجرد الوقوف على مجرد أن يقف عليها يعني برجله إذا وقف وهي طاهرة وليست مستقدرة يجوز له ذلك وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات قولوا لله تعالى اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس بارك الله فيكم واحسن إليكم اللهم أوصل شكرا للمشاهدة